يا مساء الخير والإيجابية والتفاؤل على حضراتكم مشاهدين ومتابعين قناة HBC الفضائية وحلقة جديدة ومميزة من برنامجكم كون إيجابي مع دكتورة أميوالفي عايز أكلمكم النهاردة عن أخطر ما يفسد سعادة الإنسان عشان تفسد حياتك بتبقى ضعيف من جوه بتزعل بسرعة قوي بتتأثر نفسيتك بأي حاجة بتتعلق بأي شخص بسرعة جدا المواقف كلها بتأثر فيك وبتبقى كثير الشكوى أنت كده بتفسد حياتك ولو أنت حاسس دايما أنك ضحية وأنك غير مسؤول عن أي حاجة طيب عشان أضمن السعادة النفسي لازم أفكر بداه طريقة تفكيرك هي المسؤولة عن حياتك هي اللي بتخلي حياتك جنة وهي المسؤولة عن أنها تخلي حياتك جهنم لازم تكون قادر على استعاب الصدمات لازم تتخطى أي صدمة وتتأقلم مع الغياب قوتك على الاستغناء عن كل ما يؤذيك ويقلل من شأنك طيب إيه كمان هيخليني سعيد؟ أني دايما أبدأ من جديد كل نهاية ما أقفش عندها لازم أعرف أن الحياة ما بتقفش على حاجة ولا بتقف على حد دايما متعودين في برنامج كون إيجابي أننا نستضيف ضيوف إيجابيين نكحين في حياتهم ده اللي احنا تعودنا عليه في برنامج كون إيجابي النهاردة معانا علم من أعلام مناجم وتعدين الدهب معانا شخصية مميزة جدا ونجحة جدا معانا قصة نجاح معانا نموذج مشارف لنا كلنا معانا خبير تعدين الدهب أستاذ إسلام حلمي خائد قلية العلوم جمعت إسكندرية وصاحب الخبرات الوفيرة في تعدين الدهب ومناجم الدهب أهلا بيك يا باش مهندس أهلا بسعرين يا باش مهندس شرفتنا ونورت برنامج كون إيجابي أهلا بسعرين سعيدي لأنا موحد بيتك الله يفعل لك عايزك تكلمنا عن رحلتك وخبراتك في مجال الدهب رحلتي بدأت من 2010-2011 أول مرة اشتغلت في منجم السكري في مصر في بداية تشغيله اشتغلت في الأول مشغل متحنة واترقيت فيه أكتر من مرة عادت فيه ست سنين وبعد كده كنت كيميائي وفي المعمل وكيميائي مشرف وفي 2016 روحت تنزانيا منجم ده تاني مع شركة أخرى وبرضو كنت هناك مدير معمل وفي 2017 في غانا مصنع تكرير دهب كنت برضو نفس الكلام مدير معمل وفي 2018 في دبي كنت استشاري في مجال تكرير الدهب ودجارة خام الدهب لأن بعد كده عملت شركتي الخاصة بالتعدين الدهب سواء خدمة تعدينية أو استشارات أو استثمرات طيب أنا هقف عند هنا عايزين نشوف الفيديو التقديمي لبش مهندس إسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يكون المستثمر وشركة التعدين بتشوف الأول البلد اللي هو عايز استثمر فيها من حيثه قوانين اللي استثمروا قانون التعدين مناسبين لي بعد كده بيشوف الجهات المختصة المسؤولة عن المناجم والتعدين في البلد دي وبيشوف المواقع وبيشوف الدراسات المتاحة إيه وبناء عليه بيختار الموقع وبيبتدي ينزل فريق عام المتكامل بيعملو حاجه اسمه بيعمل خرائط جيولوجية بيدرس الموقع كله بالتمركزات اللي فيه والتحولات الجيوكيميائية اللي حصلت وبعد كده الفرق العمل ده بيجمع عينات سطحية عشوائية وبيبعثها المعمل معتمد ولازم يكون المعمل معتمد عشان لو هو حاب يجيب استثمارات قدام لازم كل دراساته تكون معتمدة من جهات دولية سواء كده من التحاليل أو في الاستكشاف وبعد ما بيبعث العينات دي تتحلل في معامل معتمدة بيشوف النتائج وبيطبقها بالدراسات اللي معها وبيطبقها في الموقع وكل ما بيعني النتائج إيجابية بيبتدي ياخد عينات أكتر وبيتوغل أكتر بيشوف يعني التوغل أو تمدد المعدن تحت سطح الأرض عن طريق حفر أبرار استكشافية وبيبتدي يحفر تدريجي ومع كل مستوى حفر بيكون عنده داتا وبيشوف الاحتياط الخام المؤكد والمحتمل والمتوقع كل دي اسمها دراس الجدوى درس البداية كل ده دراس الجدوى دراس الجدوى في التعدين بتختلف عن أي مجال تاني بتقعد سنين وبتاخد فلوس كتير وبتبقى في الأول توجبية بيشوف هل المكان ده أو هل الموقع ده يستاهل يبقى منجم وهل الخام واللي فيه يستاهل وأنواع السخور اللي فيه إيه والمعدن للمعدن الأساسي والمعدن المصاحبة والخام هينفع يتعدن ولا لا ونوع التعدين إيه هل تسطحي ولا تحت سطح الأرض وبعد كل ده بيشوف المصنع لأنه ممكن تستخدمي مصنع التكنولوجية مش مناسبة للخام آه تنتجي دهب بس هتقدري دهب كتير فلازم التكنولوجيا اللي هتستخدم في المصنع هتكون مناسبة أولا للحجم وعمر الموقع اللي هو المنجم لأن الموقع بيبقى اسم الموقع اللي حدا ما يتثبت اللي هو منجم نسبة مجاح الموقع اللي هو يبقى منجم واحد في الألفين الموضوع مستاه مستاهل خالص وبيشوف التكنولوجيا بتاعت المصنع عشان ينتجي الدهب صح طبعاً ده لي ناس مستثمرين فهمين ولازم فريق عمل على أعلى مستوى ولازم اللي شغالين بيكونوا فهمين لأن ده فلوس ومجهود ووقت لفترة الاستكشاف بتقعد ممكن من سنتين لثمان سنين استكشاف فقط استكشاف فقط وليزم تتأكد من كل الدراسات اللي عندك عشان خاطر ما تصيفش أكتر قدامه تخسري لأن الدراسات دي ممكن تتباع فيما بعد قبل ما تعملي المصنع الدراسات لوحدها ممكن تتباعه بفلوس كتير إذا هي معتبدة من جهات دولية والدراسات صحة طيب إحنا برضو بنسمع تكرير الدهب ما هو تكرير الدهب تكرير الدهب دي عملية فصل الدهب عن شوائب أو عن بقية المعادة اللي معاه مفيش دهب بيطلع من أي منجم عيو 24 اللي هو نسبة نقاء وأربعة تساعات الدهب بيطلع عيو 21, 22, 29, 18 على حسب التوبة دي برضو حاجات معينة فتكرير الدهب هو عملية فصل الدهب عن الشوائب عشان يطلع دهب نسبة نقاءه أربعة تساعات أو تلت تساعات خمسة اللي هو عيار 24 وما ينفع عشان يعمل تكرير الدهب مع المنجم في نفس الوقت في نفس المصنع لأن كده حيبقى كستعلي جدا وتخسر لأ دهب بروسس ودي عملية ودي عملية مكملة ليها برضو تخصصاتها ومهندسينها وليها مصانعها وليها برضو البروسس بتاعها تمام تجارة خامد دهب في أفريكرا وهم الصراء السعير وترق النصب فيه يسمعوا دائما فيه دهب في أفريكيا رخيص وعايزين نتجرف الدهب ونكسب وكلام منه طبعا فيه دهب في أفريكيا وأفريكيا تقريبا من 30% إلى 40% من إنتاج الدهب السنوي بيطلع من أفريكيا ومعظم الدهب اللي بيطلع في أفريكيا بيبقى عن طريق التعدين اليدوي أو اللي هو حاجة اسمها أو من شركات زغيرة أو من تعدين يدوي لما بنشوفهم في التليفزيون يعني فكرة التعدين فقى فكريا ما هيش محتاجة فلوس فتيل لأ هم بيبقى فيها هتبع فلوس كتير بس على يعني فيه نسبة منهم ده تعديل بس مش بيبقى قانوني ده اللي هو بيبقى فيه نسبة خصم كتير بس ما ينفعش أي وجل أعمال يبقى قاعد في مكتبه ويجي له الدهب لحد عنده أي سلعة في الدنيا فلوس أهم منه إلا الدهب الدهب هو الأهم من الفلوس حتى في الأزمات في أي حروب هتلاقي كل الدول يبقى عندها مخزون دهب لأنه هو ده اللي بينفعها وقت الأزمات أيها فلازم الواجئ الأعمال اللي عايز يتاجه في الدهب لازم بيروح بنفسه ويشوف الموقع ويشوف إنتاج الدهب ويتأكد من الباقة عشان خطر ما يتمش وما يتنصبش عليه ويتفن معاه على السعر ولهو مش فاهم لازم يبقى معاه خبير فاهم يوشده لأن ممكن طرق النصب في الدهب كتير طبعا ممكن الباقة ينسب عليه ممكن الباقة يخليه حول فلوس أو يعمله دمارات بنكية وما يجيبلوش دهب المعمل لو مش موسوك فيه المعمل ذات نفسه ممكن ينسب أيها مصنع التكرير ممكن ينسب وممكن يبدر الدهب حتى شركة الشحن ممكن تنسب فلازم كل مرحلة أن يكون شركات معروفة وفي خبير أو استشاري في كل مرحل دي عشان البروسيس يتم على موضوع الديل يتم على أجمل وجه وكل يستفيد سواء التاجر يستفيد بنسبة الخصم اللي هي ممكن تبقى خمسة في مية اتنين في مية عشرة في مية على حسب الاتفاق بينه وبين البايع والبايع برضو يبيع دهبه بس إحنا بيتعامل مع ناس من أفروكيا ما عندهمش صقافة وجل الأعمال فعشان كده وجل الأعمال لازم ينزل يشوف بنفسه ويتفق معهم عشان ينشأ ثقة ولغة حرامة بينهم تمام وضع التعديل في مصر والوطن العربي دلوقتي والله وضع التعديل في مصر بقى أحسن يعني بعد آخر تعديل لقانون التعديل في 2019 والحكومة بتعمل بصفة مستمرة مناقصات وكده فبقى أحسن من قبل كده بس إحنا إمتى نقول إحنا نجحنا لما يكون عندنا خمس مناجم زي منجم السوكالي إحنا حد دلوقتي معنجم السوكالي الحمد لله أنا أتشرف أننا ابتدت فيه في تأسيسه وتشغيله إحنا عندنا مشروعين إحنا شاركنا فيهم لا أول مانجم السوكالي هو الأول مستمرة ومستقر دل 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 ويعتبر من أكبر 15 مانجم في العالم تمام فإحنا إمتى نقول إحنا التعديلات آه في شركات شغلة كتير في محلط الاستكشاف اللي إحنا شرحناها بس إمتى بقى نقول إحنا جانينا لتعديلات دي لما يكون عندنا إنتاج مستقر وثابت زي السوكالي مش هنقول زيه يعني خمس مناجم بس يعني قريب منه وفي الوطن العربي عندنا السعودية السعودية بتستخدم أحدث الأسليب يعني عندها بنية تحتية يعني فإحنا جايين إن شاء الله طيب الحمد لله بتبقى بشرانة بالخي الحمد لله علاقة الدهب بالدولار مشكلة العملة وأهمية الاحتياط للبنك المركزي إيه العلاقة بينهم؟ والله هو الدهب والدولار واجهان العملة واحدة ده لما يضعف ده يقوى ده لما يضعف ده يقوى لما الدهب يضعف الدولار يقوى والعكس والعكس لأن الجهة المستفيدة واحد اللي هي أمريكا أمريكا عندها أكبر احتياطي دهب أكتر من 8000 تن في البنك الفيدرالي وهي اللي تتبع الدولار فهي اللي يهمها للاتنين يسندوا بعض تمام فدي علاقة الدهب بالدولار وما ينفعش أي بلد في الدنيا أو أي دولة في الدنيا يكون عندها مشكلة في العملة لو عندها صناعة دهب أو تجارة دهب دولية متأسسة صح وليها بنية تحتها صح يعني على سبيل المسال عندنا دبي وعندنا دولة الإمارات دبي حجم التجارة فيها سواء استباد وتصدير خام الدهب أو تجارة الدهب الداخلية والدولية والمجابرات أكتر من 1200 في السنة ده رقم مهول دبي دبي مصنع واحد بس في سويسرا اسمه فالكامبي فالكامبي ده يقدر لو يعمل تكريب لأكتر من 2000 تن في السنة ودي أرقام مهولة أيوه لو أنت عندك الأرقام دي وعندك صناعة استراد وتصديق خامدهب بالسلاسة وبسهولة زي الدول دي عمرك ما هيبقى عندك مشكلة في العملة هتيجي من إيه مشكلة العملة إذا كان تجارة الدهب كلها عملة صعبة أيوه صح تمام فيه أوقات بيكون سعي الزهب في مصر غير مطابق للسعر العالمي ده سببه إيه هو السعر العالمي هو العالم كله بيمشي عليه وفيه ناس بتروح لبوسة نيويورك وفيه ناس بتروح لبوسة لندن اللي بي ام اي وبوسة نيويورك فهو المفروض السعر العالمي للدهب هو العالم كله بيمشي عليه يبقى فيه اختلاف بسيط بنسبة 5% ده داخل جوه داخل كل بلد ده حسب العرض والطلب حسب عمليات الشباق داخل كل بلد لو الاختلاف كبير قوي فبيبقى فيه خلل خلل بقى فيه حرب وفيه مشكلة اقتصادية كبيرة لكن الدارك اللي بيبقى يا ام مطابق يا ام لو فيه حركة بيع وشبهة كبيرة جدا بفيه اختلاف 3% 5% بتحولي نسبة بتحولي الدولار للعملة المحلية بتاعت البلد ومفروض بيبقوا متوكين لبعض تمام احنا خارج كلية علوم كيميائي اشتغلنا من سن صغير واشتغلنا في اصعب بيقات زي الصحر والغبات البداية جات ازاي؟ البداية كانت في مانجم السكري زي ما انا قلت كانت بداية جميلة جدا انا افتخب بمانجم السكري جدا وكل اللي شغانين في مانجم السكري سواء اللي سابوه راح وشركات تانية او اللي لسه مستمرين فيه كلهم بيفتخبوا به يعني ده حاجة ده مناورة التعديم في الوطن العرب تمام ده شيء مشارس اه طبعا ومن اطبع 15 مانجم في العالم وسعد يعني من 10 إلى 15 تمام يعني انتاج السكري من 14 إلى 15 وتن في السنة مانجم واحد اي يعني احنا عندنا في دول في دول العربية ما عندهاش الانتاج ده لا طبعا فاتمنى يعني اللي يبقى عندنا زي السكري اثنين وثلاثة واربعة يعني ده عيبة شيء جميل وهي بيقى تعامل التعديم كده في صحراء وفي غابة وفي جليد كمان ايه اصعب مواقف بقى تعرضت له في تنزانيا كنت شغال في غابة في تنزانيا غابة اه يعني بيني وبين محمية طبيعية كان 50 كيلو تقريب فكان عندنا ومحمية طبيعية من اكبر محمية طبيعية فالفاقية اي فكان كنا يعني ممكن نسحة الصبحة اللي كنا بنشوفت في حيوانات غريبة يعني وزواحف وكل شيء اه وكت أنا ساعيتي يعني أنا كنت بابني المعمل هناك اي المكان اللي أنا كنت بابني في المعمل كان بيت الزواحف بيت الزواحف ومش الزواحف زواحف اي لا يعني الزواحف اه بس هو الشغل شيء ما بتقدريش تبعيدي عنه ممتع يعني ممتع بس حالتك حابب المجال طبعا انت لما تتعبي في مجال قوي تتعبي قوي وكتت حمود كذا مرة وفيه يعني يا ما مريد بمواقف صعبة فالحاجات دي تخليك تحب المجال اكتر اه رحلة نجاح صعوبة رحلة النجاح دي مش سهلة لا طبعا فيها وقعات كتير ايوه بس ما ينفعش لما مجال يديك ضهور تسبيه لا طبعا ما هو ادك حلو بالعكس اه ادك حلوة بزا الخبرة بتيجي في المواقف الصعبة اكيد ليش في المواقف الحلو لا طبعا تمام طب انت كنت حابب يعني وانت طالب في كلية كنت حابب المجال ده يعني كانت دي خطة خطة تتلق قدام طموحك ان انت تفصل لده امم يعني انا اتخاركت في 2010 انا اتخاركت وانا ناوي لا 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 ولا هي جات ستوى لا انا اتخاركت 2010 وكان زي اي حد عايزة شغف البتول ونشوف الدنيا مشغلة حدا ما لقيت ده فيه منجم دهب حيبتدي تشغيل امم يعني كان ايه اللي هو بيبتدي تشغيل تجريبي تمام طب ده تبع وزاوة البتول طب ما فيه ما ده ما فيش مشكلات ده سبق البداية ما ده ما تبع وزاوة بون قد فقدمته بفاكس يعني قدمت الفاكس وجاء لي التليفون بعد سنة بعد سنة بعد سنة قالوا لي انت قدمت الفاكس محدش بيقدم بالفاكس طرق انا وقالنا ليسا للانسان إلا ما سعى صح انا بسعى بكل الطرق ايوه والحمد لله يعني لقيتش قبل يعني على علاقة طيبة بيهم يعني تمام فلازم الواحد يسعى ومن هنا كاتب بداية يعني وصفرت وعملت الانتوفيو واتقابلت وقالوا لي انت حتشغل حاجة اسمها مشغل مطحنة مش كيميائي ولا كلام منه ايه مشغل مطحنة بقى مشغل مطحنة دي في البروستس في الكسم في أول بدائة في كسم التشغيل هنا بقى الواحد كان حيموت والكهرب يعني هنا بيئة العمل صعبة لان التعبين متصنف من أصعب المهن يعني ايوه واما انا الحمد لله أثبت كفاءة وكده لا احنا عايزين السلم بقى ايه انت اللي هتقول هولي واحد اتنين تلاتة احنا بدأنا مشغل مطحنة اه عقا تقريبا سنة وشوية تمام ومساكت أكتر من يونيت ايه والحمد لله حلت مشاكل فيهم عشان كده كان معظم من كان فيه نسبة أجانب كتير كان ساعتها كان فيه استرولين كتير لهم اللي علمونا ايوه ما تعلمناش التعديل في الكتب ولا في الملفكوريات هم اللي علمونا من الواقع عملي وهم يعني مستر يعني مستر سامي راكح اللي هو صاحب الشركة اللي هي السنتامين اللي كانت ملكة للسكري هو عين الاسترولين دول وهم اللي علمونا الصناعة تمام ونبادين ليه طبعا بكل الفضل لانه هو خرج جيل كامل بيحب المجال وبيبدع في المجال بحب بشتغله بحب طبعا فمشغل مطحنة اما أثبت كفاءة في قسم البروسيس عادنا سنة أسنة وشوية قالوا لي عايز تروح المعمل ده عاليا حاجة عالية جدا كيميائي اه خلاص انا بروسس لميته كله اه ورحت الحمد لله لما عمل رحت كيميائي مبتدئ وبعد كده كيميائي موزايا كيميائي مشرف يعني تمام وقعدت تقريبا في السكري بتاع ست سنين وكان برضو الحمد لله اللي أنا تقيت ثلاث مرات في ست سنين دي حاجة برضو مش قليلة طيب ده أثبت كفاء والحمد لله اما واحد سمعته واسمه بيسمع بيتلاقي بقى شركات بتطلبه زي اللي هو وفي تنزانيا كانت شركة خليجية قالولي احنا عايزين مدير للمعمل وعايزين في نفس الوقت يبقى كونسولتنت للأونرز لان الأونرز هنا ايه زي ما انا قلتلك رجال العمل لازم يبقى عندهم حد ايه يقول لهم ايه فعايزين استشاوي للأونرز يقول لهم ايه يعني صح الغلط الدنيا مشي ازاي بالزبط كده اي نعم انا كنت واحد من ضمن كذا مدير بس هم كانوا شايفيني اللي انا ممكن اقوم بالدورين دول تمام وابوده عدت معهم في 2016 وفي 2017 كنت في مدير معامل في غانا اكرا مصنع تكير ده فالحمد لله بوده انا من ضمن الناس الوهياء اللي لما المجال سواء مناجم او تكير او تجارة يعني من ايه من الصخر للسوق يعني تمام للسبيكة بتاخد خبع كل يوم اه طبعا فبوده مصنع جولد كوستر فاينيري ده بوده كان في بداية تشغيره كنت من اكبر مصنع تكير الدهب في افروك ايه وفي طبعي بقى في 2018 كنت استشاري بقى ايه رجال اعمال عايزين يعملون مصنع يتاجروا في الدهب وكلام من ده حدا ما عملت شركة يعني اه وصلنا بقى دي النهاية اه شركة شغالة في نفس المجال بوده يعني شركة شغالة في نفس المجال بوده سواء بقى الشغل اللي هو الاستشاري او فرص الاستثمارية او خدمات التعدينية اول يعني كل ما يخص الصناعة يعني رحلة نجاح الحمد لله طب الحمد لله يعب دايما كده في نجاح ومن احسن لاحسن لاحسن ان شاء الله احنا هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني استنونا اشتركوا في القناة 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 واستشق بدات شغالة بتعمل استكشافات ودراسات واذا ص específic Ahh واذا قلطي حضر لك لازم الدراسات دى تتوسق عشان خاطر لهم عايزين يجيبوا استثمارات أكتر قدامه لما ده بيحصل يعني بس لازم صناعة الدهب تتطور لازم موضوع استراد وتصدير خام الدهب يبقى سلس ويبقى البنية التحتية بتاع استراد وتصدير خام الدهب سلسة يعني زي ما نقول لها داك دبي مثلا بنتكلم على ألف تن ده رقم مغول جدا فمسلا بتلاقي في شركة داخل لها تنين تن جايل لها تنين تن مع بعض اتنين تنو دول ما بيقعدوش في المطار 24 ساعة على طول على طول بيطلع على طول وإحنا بنتكلم اللي في المطار بتاع دبي على سبيل المثال باتكلم على دبي عشان قرب حاجة لنا ايوة مش هقول بقى سويسرا حقول فالكنبي لأن فالكنبي الواحده أصلا يعني مهول جدا حكاية تانية اه طبعا مهول ده مصنع واحد سويسرا فيها أكتر من مصنع ايوة اه يعني يعني ومش هقول برضو جنوب أفاكر لانا جالوب أفاكر فيها راند رفينيري اللي هو من أقدم مصنع التكريب ده برضو الكباستي بتاعته التاقة الانتاجية كبيرة جدا ايوة خمس و بيت تن في السنة ايوة فإحنا ما عندناش الأركام دي احنا يمكن تجارة الدهب عندنا كانت مثلا خمسين تن بقيت مثلا تجارة مجهرات اوه مش بتكلم ايه بس الموضوع بتادي ينشط شوية بقى فيه دلوقتي سبايك ظهرت في آخر سنتين ان الشعب بقى بيقبل على السبايك على الاستثمار وبقى فيه يعني لكن احنا بنتكلم برضو أركامنا يعني احنا لو عندنا تجارة دولية للدهب مش هبقى عندنا مشاكل ولا في العملة ولا في الدهب ولا في أسعار الدهب اوه الحمد لله أسعار الدهب في مصر بقت مستقرة بعد التعويم اللي حصل لان ما بقاش فيه سوق السودة والحمد لله الحكومة نجحت لها تقدي على السوق السودة وده خلى في استقرار لسعر الدهب لكن لو احنا لازم يبقى فيه سلاسة ويعني في المطار في دبي فيه مصار للدهب زي بنا قدمين ده حاجة خاصة بالدهب بس بس اوه طب يا حمد ليه ما نعملش كده ليه ليه ما نوصار يعني حالك من ما شاهد في مطار دبي بتلاقي الدهب بتاع الدهب اوه طب الناس دي بعملين كده ليه عشان بيشجعوا لما أنا مثلا واحد مش متاكر في الدهب مثلا يعني وشاهد في دبي كاتبة اللي تسير ده بتاع الدهب مثلا او المامشا ده بتاع الدهب او بتاع الناس اللي بتجرب كميات في الدهب يخليني تجرب في الدهب طبعا فهي دي النقطة اللي انتي بتعملي بتخلي فيه سلاسة و لما بيبقى فيه سلاسة حتلاقي بقى مستثمرين بييجوا حتلاقي حركة التجارة نشيطة وحتلاقي في بقى أركام مهولة يعني من استراد وتصدير حمد نتكلم على الخام حمد نتكلم على المجهرات المجهرات دي حاجة داخلية التصنيع وكلام من ده وفيه ناس بتستوى المجهرات وفيه ناس بتصدر بس هم نتكلم على الأساس الخام اللي منه بيتصنع اه اللي هو أقم واحد اللي منه بيتصنع اللي منه بيتصنع فاحنا بنتكلم لو فيه سلاسة في عملية الاستراد والتصدير ويبقى فيه الجمارك وموضوع عسلس والدمغات وكلام بالزبط حتلاقي لان كل الدهب ده بيتعملو ايه بيتعملو تحولات بنكية مفيش حد بسلا بيدفع خمسين مليون دولار ولا متين مليون دولار ولا اكتر لان احنا نتكلم على مليارات كمان ايوة ايوة إلا بتحولات بنكية فبيتلاقي مليارات داخلة ومليارات طالعة وبيتلاقي دهب عندك داخل وطالع فانتي بتلاقي عندك يعني آه البنك المركزي المصري يزود احتياطه من الدهب وده شيء جميل دلوقتي تقريبا نحنا نكلم مية ستة وعشرين تن ومية خمسة وعشرين تن وده شيء جميل لانهما برضو ايه الدولة بتدت تتوجه وعرفت اهمية الدهب كلام ده ما كانش موجود ما كانش موجود اه طبعا فالتوجه الدولة في صناعة الدهب برضو جاية بس الدولة عندها ملفات كتير اه فعشان كده ايه يعني بيتلاقي هنا بنمشي سنة بنمشي سنة بنمشي سنة اللي هو اه يعني مش مركزة على حاجة واحدة غازب عنهم يعني غازب عنهم ايه لكن احنا بنتكلم ان الدهب وصناعة التعديم اه يعني كفيلة اللي هي تحل المشاكل كتير جدا طبعا كفيلة ومن غير حاجة يعني انت مش هتعمل حاجة انت فيه قوانين هتعدلها بس وحتقول للدنوك اللي يعني بيبقى فيه ثلاثة فيه حد ممكن يستود اطنار فيه حد ممكن يصدق اطنار تمام وفيه تحولة بنكية بتروحوا تيجي فانت مستفيل في كل شيء البلد مستفيل فكرة الاستثمار في الدهب يعني فيه ناس بتبقى عايزين نشتري دهب عايزين نستثمر فيه ولكن فيه ناس بتبقى الآن اه خايفة يوم يزيد خايفة يوم يغلق فكرة الاستثمار في الدهب دي بتشجعها ولا لا هو الدهب اهم حاجة لالاستثمار جملة ده جاي الملازل الامن للإستثمار بس اللي فاكر ان هو الدهب ده استثمار شهرين ولا تلاقيها ده غلط او الدهب عمهم قل من مئة سنة الدهب من مئة سنة كان بعشرون دولار هم نتكلم على الأوقام تانية دلوقتي هم نتكلم على الأوقية الأوقية كانت بعشرون دولار دولة الأوقية عاملة تقريباً ألفين ومعمائة دولار فالدهب عمه ببيقيل وعمه ببيخون صاحبه أيوة بشكرة جداً لوجودك معنا النهاردة شرفتنا ونورت بالنمو كون إيجاب ويورب دايماً في نجاة شرفت بيكي ونتمنى الحلقة يكون حلقة كويسة ودف خفيفة على المشاهدين ويكون استفادوا الحمد لله إن شاء الله شكراً لك هنروح لفاصل ونرجع لكو تاني استنوني ترجمة نانسي قنقر 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 أهلاً بيك يا دكتور أهلاً وسهلاً بيك الزميرة أهلاً وسهلاً بيك شرفتنا ونورت بالنمو كون إيجاب بنورك والله يا بنورك بدايةً كده احنا نخذك كده على طول استمعت ليك حاجة أو فيديو بتقولي إزاي يخلي طفل الزنان حقيقة حتى أنا استغرفت أو يقول أنا اللي أخليه زنان أو عنيد إزاي يخلي طفل الزنان أو عنيد حقيقة فعلاً دلوقتي الأطفال بتبقى ردة أفعال ردة فعال على سبيل المسالة والأم اللي مسكت طفل أو الأم اللي بتربي الطفل فاهمة كويس في التربية الطفل هيبقى كويس جداً جداً مفيش أي مشكلة خالص فالأم ممكن تخلي بنها عنيد ممكن تخلي بنها عصبي ممكن تخلي بنها أي مشكلة سلوكية إحنا بنشوفها عند الطفل بتبقى مرأة للأب والأم بشكل عام بس إحنا ليه بنقول الأم؟ شعزني بتعود مع الأطفال أكثر ليه ليه آي برافو عليك يعني خلينا نكون صراحين أكتر من 70% من وقت الطفل مع مامته ومش مع بابا تمام؟ الأب هاب بقى مسحولة في الشغل الشغلانة واتنين فليها دور طبعاً أكيد طبعاً بس طبعاً البيت بيستقيم بالأب والأم طبعاً لا أقل المنخيمة الأب ولكن إحنا بنتكلم إن الأم أكتر فهمني؟ أيو فإزاي بالأمة ممكن تخلي ابنها زنان؟ إزاي؟ أول حاجة إنها تلفز رغباته لما يطلب كتير على سبيل المثال ماما نعيز اللعبة شوية ماما نعيز اللعبة ماما نعيز اللعبة ماما نعيز اللعبة اتفضل اللعبة خده خلصنا وده فعلاً بيحصل ده بيحصل آه فهنا بتخلي ابنها زنان اتعود على كذا برافو عليك اتعزز الموقف ده إحنا عندنا بشكل عام أي سلوك بنشوف النتيجة بتاعته كانت إيه أي سلوك الطفل بيعمله مش في النتيجة الطفل ما هواش غبي حتى لو كان صغير على فكرة يعني حتى لو كان صغير ده خلت مع السواء ماركت عايز شبسي شوفي ده مثال بناخده على طول في تعديل السلوك حقيقي ما فيش شبسي لا شبسي غلب شبسي وبدأ انهار وعلى الأرض بقى والناس حرام عليك وخلاص بقى الناس هتتفاجع علي هايات الشبسي إيه اللي يحصل فأجبهله لما اجبهله فالطفل قولك باس ماما دي خلاصت هي نظامها كده مش بس كده في أمات عندها ثقافة وطبعاً ثقافة غلاء إن أنا ماينفعش قاعد لي بصلك ابني قدام الناس إنما عادي ابني يهني قدام الناس عادي ابني يمشي يسلكوا عليها قدام الناس دلوقتها مش كويسة هي فتبع مش عارفة تتصرف إزاي وده قليلت الخبرة طبعاً زائد بلاس إن هو الولد زاكي جداً فعير اللي هو مثلاً ماما مع طنط شايماء فمامي أنا عايز خمسة جنيه خش جوا أتلاقي الباق خد خمسين جنيه ولو أنت آه أنت قاعد بقى محر قدام الناس خدي حبيبني لازم أتصرف ودي نقطة مهمة جداً لازم أتصرف وكل موقف بتصرف ثابت يعني ما عملش حساب لحد على حساب شخصية ابني بعد كده ماما عايز خمسة جنيه تحالة مش طنط قاعدة أه إزاي تطلب وطنط قاعدة ما تحركش أنا أعمل حاجة عندي إيه ابني مش مشكلة إزاي تطلب وطنط قاعدة أنا هوتك على كده ما ينفعش إزاي دي النهاردة خدت مصروفك لا أخدت مصروفك صح صح أنت متعاقب بكرة تخصم جزء مصروفك ليه عشان طلبت مني قدام طنط إزاي دي أنت خدت مصروفك النقاط دي مهمة جداً من ضمن الحاجات اللي بنقولها للأمات إزاي أنظم يوم الطفل نقطة مهمة جداً بمعنى إيه بمعنى فيه أمات بيبقى عندها همجية شوي بمعنى إيه همجية قال إيه مني عمل الواجب ومرة عاقبه ومرة تديله ثواب ومرة ما تدوليش ثواب ما عملش الواجب بيتعاقب مرة ما يتعاقبش فما فيش محكات للثواب والعقاب فأنا بتلاقي الطفل هاعمل لا مش هاعمل عايد إنك إن المرات اللي ما تعاقبش فيها يا خلاص بقى مش مشكلة إنك إن المرات فهم الفكرة ما فيش ثوابت ما بيش وضوح في التعامل بحنا بتقول هنا عشان ما خلقش طفل زنام بشكل عام حط قواعد صح تخالي إن القواعد بتعدل سلوك الأطفال بنسبة 80% أكيد يعني قواعد يعني أنا الواجب الساعة كذا من الساعة تمانية للساعة تسعة في واجب خلاص رب تبني على ده ركز معيشان دي أكتر نقطة الأممات ابني بيعزبني في أعمال الواجب ابني بيعزبني طب أنا أعمل منها إيه خلي في قواعد من الساعة كذا للساعة كذا ولازم أن اليوم سبع محفزات دي نقطة مهمة أنا يمكن دخلت عن نقطة أستبقية شوية سبع محفزات يعني سبع محفزات يعني لو ابني عمل غلط أعجبه إزاي كل الأممات لك إيه تعال على فكرة دي نقطة جاية الواحدة أه أنت دخل تعال تعال أه طب خلاص أوكي عقابك عجبك إزاي شوف ما فيش وضوح عجبك إزاي عجبك إزاي بكرة ما فيش مصروف هاخد الموبايل هل كان في اتفاق وأنا بقول كده أي أي عقاب أو ثواب ما فيش اتفاق يفشل خلاص بقى أنا مش حتى أقول الزقاء هي دي نقطة مهمة جدا لازمة أكون أم منظمة أي مش أمها ماجية الأم المنظمة الثواب واضح والعقاب واضح وإن الطفل يخرف برقانين تعالى أنت عملت إيه عملت كذا كذا أوكي خدت الموبايل بتاع بتاع يعني بتاع أختك أو في وقت أختك آه طب ليه ليه خليتها تعايت وليه خدت من وقتها طب ليه كذا أوكي بقى العقاب إيه أنت عارف عقابك إيه ده بيقى عقاب مضاعف خد يبالك يعني مش بقول خدت خمس داي خلاص تبدو لخمس داي هاي قرة تاني صح لازم نكون عقاب مضاعف يعني بقى بكرة ما فيش أو ثلاث أيام تخزم من وقتك لو هي نصف ساعة مثلا قد كده وطبعا موضوع الموبايل ده علينا يعني فيه تنظيم نقطة مهمة جدا آه آه موبايل بيضمر أنا نركز مع بعض بقى كده الأطفال خط تحتيها بليون خط لا لا الكبار والمراقين والمتجاوزين والمتطلقيين موبايل بيضمر الدنيا آه والله بمعنى أصح لما جات كان فيه إحصائية طبعا موضوعات الصحة العميقات اللي أي حد بيقعد أكتر من سبع ساعات على الموبايل في بيخشنا في الأسبوع في الأسبوع سبع ساعات في الأسبوع مش في اليوم بيبدأ نصنف هنا البداية الإدمان الإلكتروني آه صح يعني أنا بقعد أكتر من سبع ساعات أنا بتكلم عن الرول آه أو أنا يعني أنا بس بتصفح لو لو أنت خلص آه لا خلاص شهادة راعوا كده لازم أسحن فاورا دي مشكلة كبيرة جدا أيوة دا كبير وصغير أنا عندي معلش أطفال سبع سنين داخلهم يول جنسية مبكرة بسبب أنه هما شافوا حدقة الموبايل بالزيط الكرتوني الجنسي والإنمي عندنا بنات 11 سنة سور بتلاقي حاجات قدامك فجأة بدون أي إنزال عندنا بشكل عام طبعا بيجينا ناس كبيرة حتى قضايا انفصال بسبب موبايل بسبب الموبايل مش هقدر أوضح أكتر من كده ولكن ممكن نعملها حلقة لوحدها آه ممكن نعملها حلقة لوحدها هي ممكن بإخياننا الزوجية سواء من الزوج أو من الزوجة يعني أنا مش ملايكة صح فده بسبب الموبايل وقت الفراغ وعدم استخدام الموبايل بشكل كويس عشان كده حاجات كتير من قشوة في السنين الأخيوة دي نسب الطلاق اختلافات ما كانش ده موجود الأرض يعني قبل ما الموبايل ده ما كانش كانت حياتنا مستقرة عن كده لكن دلوقتي كل ثلاث دقايق صح بصي الموبايل احنا مش مقول انه هو سيء جدا جدا لا ليه مميزات وليه عيون ودلوقتي ممكن بعض الرماية تقول لك ده أنا هتطر دي الموبايل سبب ايه ان هو الدروس عليه ان هو الميستر بيبعط له حاجات عليه الحاجات دي كلها فبطر الأم انها تتدي الموبايل طيب ما احنا ننظم ده يبقى هنا أنا البوبايل مش معه منه ما قدرش أبناه أصلا هديك تايم معايد برافو عليك أنا بدي تايم معايد حتى لو لواجبات ده من التايم بتاعك تمام ما تابع ايوة فيه نقطة مهمة ونقطة تانية برضو هنقولها لما نيجي ان شاء الله بإذن الله في الحلقات اللي بعد كده ناخد التربية الجنسية نعمل ايه لو دخلت لقيت ابني بيشوف حاجات ايو مش كويسة سلسلة حلقات ايوة ان شاء الله دي نقطة مهمة جدا بزات الحتة دي لاني دي حتة بخصة لو الأم معالجتها غلط ايو هي بيحصل مشكلة كبيرة جدا 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 طيب يا دكتور احنا عايزين قبل ما نتجوز ونخلف ناخد دورات تدربية حقيقي والله لا فعلا عشان الأم تربي بالشكل اللي انت حضرك بتقوله ده لازم تاخد دورة تدربية في تربيت الأطفال حقيقي ده فترة من فترات او اعملتها اليابان بتخش مقبل على الزواج زي انك تاخد شهادة صحية لازم تاخد شهادة صحية صحة نفسية ايوة اني مؤهلة انا مؤهلة انا بنتي بنشوف الصحة النفسية للأب ونشوف الصحة النفسية للأم ومنعرف الأم ازاي تختاري زوج كويس تخالي ازاي تختاري زوج كويس ممكن أم او ست تنفع مع راجل تاني يعني في راجل عصبي ما تنفعش مع شخصيدة لما ينفعش هيبقى على الدنيا طول الوقت صح في راجل زكي في التعامل الاجتماعي وفي ستة عصبية هيمتصوا المواقف هيبدأ الراجل شوية ممكن يمتص المواقف في ايه زينة بيبقى الدنيا هادية شوية واحد شد واحد يرخي صح هلما لو اتنين نور هيموتوا بعض خلاص هي دورة التربية للمقبلين على الزواج عملوا ايه بقى؟ عملوها كشرة اساسي للزواج صح الحمل وازا تعرف انك حامل وازا تردعي وردع على الطبعي وسطه بقى للتربية من اول شوف التربية بتالي من ايه؟ احنا محتاجين من اول اختيار زوج صالح صح لحد تولدي طفل طبيعي وتبدأ يتربي واه اقدر على تربية ابنائي اه انت تخياني الاطفال بني ابدأت عليه سلوك من اول ما تولده عادي اي يعني فيه طفل لو عاودتي على الشيل بيبدأ خلاص بالظبط خلاص مجهد ما تحطه خلاص مشايل هو عايز اتشاك ليه؟ اتعود مامتو عاودتو انه هو ايتشاك فيه طفل تاني لا عادي خلاص مامتو يعاية ما عادي سايبات تسيبه فاهمني فكرة؟ فيحنا بنتكلم ان التربية بتدى من اول انك تختاري ده زوج صالح وينفع معي زي ما قلت ففيش واحد ما ينفعش معي لا لا ممكن ممكن دي البنت دي تنفع مع احد تاني صح فهذه نقطة مهمة جدا ازاي اختار حاج مناسب لشخصيتي انا مم فديك دي كت برضو بفترة كده عملتها جماعة حلوان بس يعني الكلام ده في 2014-15 وبرضو الدنيا رامت شوية كان شارط من الالات اخدوها ببلاش في الارشاد الاسري ايوة فاهمني؟ في الظلام هيحلم الشكل الكتير جدا هيحلم الشكل الكتير جدا انت عارفة ايه اسباب الانفصال بشكل عام عندنا؟ ايه اسباب الانفصال؟ تخيلي نعم دينا ان الاب بيكون بيدرب اه لا ماستعملش طب انا اكتشافت زمع ما عارش انه بيدرب ما انا ما شطوش قبل كده لا ما شطي عصبي هو هو في الخطوبة مش هيدرب بس ممكن يقول لابز يبقى عصبي يغتولي الواء ايوة تاني سبب انه يكون بيشرب مخدرة ايوة ودي ربنا يا عافين يا رب دي موجودة كتير جدا 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 فلو قالك انا بشرب في الافروح بس فاعرفي ان هو خلاص حياته كلها افروح حياته كلها تفايح قاملين الفكرة الحاجة التالتة ان هو غير مسئول بالظبط يعني فيه بعض والله الام تقول لي اعت البيت اصرفي اشتغل ما هو دا السائد اه الا مرحمة رب ان شاء ما نقولش الى السائد اه لا في كتير والله ايوة في كتير جدا والله العظيم الزوج اعت البيت ايوة شوفي لي وظيفة يراح وظيفة يومين بالزبط خلاص هو اعت البيت يتجيب له السجاير يتجيب اكل الدنيا معه وكل البيئات سواء بيئات وسط او بيئات اه اه انا شفت دا طب يهو الاب دا او الزوج دا اللي خليك كده? مترباش. لا مترباش بشكل صحيح. ايه احنا مش هنقول الكلمة ونسبها. مترباش بشكل صحيح. الاب والام. ما عرفش يعني ايه مسؤولي. برافو. الاب والام. هي دي نقطة مهمة جدا. اه اه ايه برافو عليك. بياخد مصروف. ايه? بياخد الفلوس الكافية. بياخد بياخد اه. اه. هو مش بتعود. الا انا اشد حيلي وان انا اجاهد واستحمل في الوظيفة. لا. ما تعودش على كده. حصل موكف. شايف تعمل معا? خلاص مش قاعد. مش قاعد. اه خلاص انا ده انا مش اه. هو ما تعودش على بتحمل الضغوط ودي نقطة مهمة جدا جدا. اه. بعملها ليبني امتى? من بعد ميتين من السنتين. اعوده ازاي يتحمل الضغوط. اه. يعني يتحمل الضغوط. اه. بمعنى. ايه اول ضغط الطفل ممكن يتحمل له? ايه? الجوع بقى. بقى. ولا ايه? ايه. 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 احتياجاته. احتياجاته بقى الجوع اه. حاجات الاساسية. بمعنى اصح. الاكل والشرب ما مفعش اخليه. لا اكل وشرب في وقت معين. خلاص ببش مشكلة. اه. طفل اه. يعني بابا عايش شابسي. ده الطفل بقى اللي هو مش الطفل الصغير اه. اه اه اه. او شابسي. اه. اقول انه محتاج. لا اطفل صغير بيطلب. سنتين. اه. اه. يطلب هو بيزن. اه. 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 اقول لأ شوية. معمش الحاجة مجاد ما طلب. برافو علي. عشان اعوده ان مش كن في اكون. ايه. حتى لو احنا خارجين. اه. انا اصلا قلتله هاجبلك الحاجة دي. وبدأ ايزن يطلب. اولوي. اصبر. بعد ساعة. اه. ليه بعد ساعة? عشان اعوده على تحمل. الضغط. الضغط مهم دي. اه. ايه. قوة نفسية. اتحمل الضغط. لان طفل اتحملش الضغط ممكن يعمل ايه? ممكن يسر. اه. خلاص بقى. لا يسر. اه. خلاص انا عتفت على ده. لو اضعي فحاجة عايزها فمش قادر اتحمل. سلوك بقى غير ساوي. اه. اه. او عدم القدرة على تحمل المسئولية تماما. مش متحمل يا المسئولية. اه. اي حاجة تضغط فيها يا رب منها. اصفها في دراسة. اه. ودي ممكن نشوفها اكتر. مش في مصر. منشوفها في دول. خلي. في دراسة اول ضغط تلاقي الدنيا رجعت شوية. مهم. طبعا مش بنعمل. يعني مش بنعمل. اه. الفكرة كلها بتكون الطريقة للطفل تربى بيها. صح. على الفكرة من طفل مصر وطفل غير مصر. الطريقة اللي بنتربى بيها. طريقة هل انها طريقة بتلبى كل احتياجاته. وانا طريقة نركز نغطة دي. بتنظم تلبيت احتياجاته. هي دي. هي دي. صح. يعني ايه الفرق بين الزواج والزنا. تنظيم احتياجات وتلبيت الاحتياجات. فضوء قوانين سواء دينية او. اه. 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 اي دي نقطة مهمة جدا. احنا بنتكلم في نقطة ان انا اربي ابني من البداية ازاي. دي نقطة مهمة جدا. ودي ترجع الاب والام. حقيقي فعلا. هما يكون عندهم ثقافة التربية. اه. ثقافة التربية. اه. انا اينا طبعا دي نقطة مهمة جدا. وعلى فكرة حقيقي والله فعلا عندنا في المركز. كمهات كتيرة جدا جدا. جدا. بتيجي بيطأ اخذ الكورسات. او بتبقى لسة طبعا. انا هاخد الكورس ده بتاع تعديل السلوك بالذات. بالذات. عشان في المستقبل اعرف عدل السلوك كيف. تعديل السلوك ليها هي. ليها هي. ادرسه. افهم. خد بالك ان تعديل السلوك احنا بالنسباب ان القواعده ثابتة. ايه. 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 اصلا هو واحد زاد واحد سواء اتنين. خلاص انا عرفت ده على ايه. وهو عارف لما بيعمل كزا مبسوط بيعمل كده يبقى فرحان. خلاص فيه سوابت في حياتي. ايه. ايه. يعني في حياتي الاخرين. يعني انا في حياتهم نسى. فهو خلاص هو فهمني ايه برفو عليك. بوصله لدرجة انت فاهم عبد الرحمن ممكن يعمل ايه. فايوصل لنقطة دي. انا ارتاح. وهو ارتاح. فتعديل السلوك مش في العفل بس. نا. والله ما لابقول لك الاول هو الاب والام ب داية لو عدلوا سلوكهم. هي دي نقطة كبيرة. اه. والطفل ما تشرب. يعني الاب والام طوالوقتي بيعمل زعق. ما هي داية بقى ما احنا معها بعد كده. ايه. وهيطلع الابن ده نفس القصة هي بتحديد بنفس القصة. يعني ام جاية نفسها ان ابنها يمسك كتاب ويقرأ. طب بتكراه قدام وقت دي. ما تعودش على كده. لا انت بتكراه قدام وقت دي. ما باقرأش. ما باقرأش. ما باقرأ فيه. انا فاضية. ايه بالصف. طيب. الاب بيقرأ قدام ما باقرأ. ما باقرأ جدا. ما باقرأ. هيجيب السلوك دا منين. هل اعتد على كده؟ ما عتدش عليك. هيجيب السلوك دا منين. مت اي ناس هيأتي الطفل با هذا السلوك. بالظف. من البيئة اللي حوالي. من البيئة مين. المدرسة البيت الاب الام كده. فاني نقطة مهمة جدا جدا. الطفل مش هيطري. هي اجاب. مش افاجش. بواحده. لازم يعتد عليها ويعيش فيه. بروب وفا احنا بنتكلم. انا عايز ابني يقرأ. اعمل ايه. باعتد ان هو شوفني أخصص وقت الإقراء وأقرأ قدامه تعال معي تعال جملي أريد أن أصلي أصلي قدامه أحمد بعد فكرني بوقت الصلاة فكرني بوعيد الصلاة في الأول لا أقول أن أصلي الأوامر والنوايب تأذي أي إنسان أي إنسان ليس بس الطفل أي حد أي حد بالنسبة لأوامر والنوايب تبقى بالضايق يعني ما أقولك اعملي كذا اعملي كذا غير موليك الأسلوب أيوة تعالنا نتشارك ونعمل كذا أيوة ما تيجي نصلي تعال نعمل مع بعض تعال نصلي مع بعض بربعب عليك تعال نحضر الأكل مع بعض حاجات كثيرة في سن معاهم أما في سن المراقة ممكن أقول تعال صلي بقى تقيلة برضو عليك فأعمل إيه أفكره بوقت الصلاة بس أيوة إبراهيم الظهر أزي في العين الظهر الفجر أزي طيب إفرد ما أستجابش برضه لا لا أحادي ما أدرشها من الحال ما أدرش ما أنت عندك أنت كلمت في نقطة مهمة جدا الموبايل اللي هو ماسكه مضايع وقته كله حلو الموبايل إحنا بننظمه بننظمه أما الصلاة من ضمن الحاجات اللي هي نركز فيها النطف اللي لو أجبر فيها دي نقطة خطيرة جدا أيوة مش صح؟ لا مش صح يعني مش صح؟ أم تعاليها أقولك يعني نقطة مهمة لا لا يعني إيه الإقراءة ده في سنة معين عادي حتى بس النصفة مغلط أنا أقره ابني في سنة معين عادي وضربوا عصالها لحظة والضرب مش هو أني ما في سنة مراقة لا هي يعني نقطة مهمة جدا أنا في أم قالت لبنت اتخانت مع بابوها بابوها موتشدد فقلت له طب كده يا بابا فرص الخناق بابوها بيصحي صلي فاجري بالعصايا أقرك أنا بقالي ركزي بقالي 30 يوم بصلي مغير موضوع مجرد أن أنا بس بوايك أن أنا بصلي مو ركزي اللي أنا بصلي آه ما وصلتش لعادي العيلة دي والله هي فعلا من مجرد ما الأب والأم مفصلوا المنته قلت لها جاب خلاص بقى أنا مجبارة مش حبة فأنا الصلاة أكبر عليها الطفل فعلا عادي ده لازم أكبر ابني عليها هو كل راعد مسؤول عن عادي أيوة في سن إمتى أنتعرفي كلكم رعون وكلكم مسؤولون عن رعايته لحد البلوخ الوالد ربنا بحسب يبقى أنا بعمله إيه بقول له الطرق إيه لو صليت كده ممكن يا حسن ما صليتش كده قدينه فيديو للصلاة بصد أخلي حد يتكلمه غيري فاهمة قدينه الإجابات السابقة إنما ما قلوش صلي الأوردر ده خلاص بيعند هي هذه نقطة العند أيوة مكتسب ولا وراسي لكي نفضروا حتى دي العند العند بيبقى ليه أصل وراسي بمعنى صح يعني الأب لو عنيد الأب عنيد عم بنسمع كده أصل البنت دي عنيدة زي أمها أصل الممتها عنيدة برضو أيوة كلام بيتقال كده إحنا إحنا سلوك بالنسبانة بشكل عام بيبقى له جزء مكتسب وجزء وراسي تمام فيقال إن العند اللي أصل وراسي يعني مثلا أنا عنيد عشان بابايا عنيد بيخف بعد تركزي معي بعد 90 محاولة نفترض فالعند المكتسب يخف بعد 30 محاولة بيختف بيخف آه بعد 30 محاولة يعني إيه كلام ده كل ما يكونش طفل عنيد لأصل وراسي كل ما السلوك بيكون أصعب في العلاج ففهمها ولكن بيخف برضو من ضمن الأطفال بيبقى عندها عيند وراسي مثلا زي أطفال الدولي أطفال الدولي أطفال الدولي أكتر أطفال بيبقى من جيناتهم عندهم العيند وراسي أيوة بشكل جديد جداً عنيد جداً 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 فهم الفكرة فده بالنسبة للعيند إحنا عشان يعني أقول نقاط سريعة بس عشان الوقت الحلقة الوقت أه لاي نقاط بس في علاج العيند يعني واحد اثنين تلات أربعة خمسة تطلع عنيد الأفضل إن أخيره تشرب الأول ولا تاكل الأول ولا تزاكر دي نقطة مهمة جداً 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 نحط خيارات نحط خيارات نحن نلتقي في حلقات تانية إن شاء الله بشكرك جداً لوبودك معي النهاردة عزيزي المشاهدين بشكركم جداً على المتابعة وبوعدكم بمزيد من الحلقات القوية وضيوف المميزين ساعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم اشتركوا في القناة